طيب خلينا روح لجمهورك جمهور اللي موجود معنا على هشتاج البنوشي مع الشاطر عمر بيسألك من اللي بيكون مسؤول عن اختيار المعلقين في المباريات هو كان ولازال في لجنة حاليا في لجنة بتشكلها من 3-4 أشخاص بس ما فيهم معلقين وهذا الشيء الحلو نعم ما فيهم اللجنة دي لا أنا مستغرب بالنسبة لي مش كان من المفترض ان يبقى فيها معلقين هما اللي بيختاروا او بيبقى المعلق هو الاقرب للاختيار احنا كنا زمان كان معلق ماسك التوزيع المباريات فكانت يمكن البعض يشوف فيها شوية محسوبية ومجاملة لبعض الاصدقاء وطيئة هي طبيعة البشر يعني انت صديقي تعالى انا اديك مطشي فلاني تتعلق عليه هو المطشي الاكثر اهمية لكن حاليا اللجنة ما فيها معلق رياضي موجودين ثلاثة اشخاص ثم المسؤولين عن توزيع الجدول يحطوا مباريات الشهر بالكامل انا كلمك على بيان سبورس بحكم عدد المباريات الكبير اللي موجودة على قناة يترفع الجدول يعتمد ويتم توزيعه اسبوعيا على المعلقين طيب القملة المقربة للمهندس خليل البلوشي ما هي احمد عبدو قملة احمد عبدو يسأل يسألك قملة المقربة للمهندس خليل البلوشي هي مجموعة من الجمل لكن انا مثلا الاشياء اللي صارت فيها فوارق على مستوى مسيرتي التعليقية لما اقول من وحي الخيال هذه الجملة احبها جدا على الاهداف الحلوة فيها جملة جنة جنون الكوري على هدف سن في مرمى توتنام في دوري أبطال أوروبا تقولها على طول مع سن تحليل تقولها على طول مع سن تقريبا حتى لو كنتش أنا المعلق أول ما يسجل السن تلاقي الجمهور على طول يكتب وطبعا واحدا من الجمل اللي رح تبقى محفورة في الذاكرة أنا وأقولها لابني بعدين وحفيدي إن شاء الله جنة جنال التاسعة بتوقيت الأهلي دي كانت بسوطي التاسعة بتوقيت الأهلي هل في حد تواصل معك بمعنى أنت مثلا قلت إسلام الشطن مثلا يعني إسلام ده لعيب كويس بيعرف يرفع أفراد قلت حاجة حلوة على الهواء هل في نجم كبير تواصل معك وشاكرك قال لك أنت قلت حاجة حلوة حد كده قبل كده يعني خلال فترة اللي فاتت طبعا وفي لعيبة على فكرة يتصلوا فيني يقولوا نحن نتمنى أنك تعلق على الماتش خصوصا البطولات الدوري أبطال آسيا أنا عندي تواصل مع لعيبة الاندي عربية آسيويا أوكي وبطولات الدوري المحلي يعني مرة جانا ميمي لعب منتخب العراق أوكي في الدوري القطري ولعب ثلاث ماتشاط من غير ما يسجل تمام فبيتصل فيني بعد الماتش قال لي أنت ألقني الماتش وأنا سجل هو متفائل هو متفائل هو متفائل حتى يقول حق واحد من الشباب عندهم في النادي قال هو لو خليني يعلق بس أنا راح أسجل فاتصل فيني قال لي الرجل هذا قال لي تعلق الماتش قلت له ليش قال لي ميمي هو متفائل بالموضوع قلت له يعني مش للدرقات قال لي أنت إجرم طيب أنا كلمت دارة لقناعة قلت له بعد إذنكم أنا راح أعلق على الماتش للدحيل قال لي طيب خلص فيئة قال لي لا والله أنا عندي شغل فما جبت طاري ميمي فخلص يحطي الشرط الأول صفر صفر تمام الشرط الثاني ميمي بدأت قال لي ميمي بيسأل مين بيعلق قال لي خليل خليل بيعلق دخل الشرط الثاني دقيقة خمسة وخمسين سجل ميمي أول هدف لبعد فبتوصل بعد المباراة على الطول يقول أنا كان عندي إحساس كنت متفاعل وبتحصل كثير لأن اليوم التعليق الرياضي يؤثر حتى على اللاعبين طبعا فيه لعب يتأثر سواء إيجابيا أو سلبيا طبعا ممكن أنت كمعلق رياضي من تنتقد لاعب بقسوة من دون أي مبررات نفسيا تؤثر فيه فحتى ممكن يتصل فيك عاتبك طبعا أنا مرة اللاعب متخب عمان اتصل فيني وقال لي يا خليل يعني أنت قلت كده كده على الهو أنت مش عارف الظروف وما تحكم شي بالطريقة قلت له أنا علق على 90 دقيقة بربع عليك أشوف اللي أنت تعمله خلال 90 دقيقة فأحكم عليك خلال 90 دقيقة لما أقول أحكم مش معنات أنه طول مسيرتك كده وانت ما راح تظل ممتاز طوال مسيرتك ولا راح تظل سيئ طوال مسيرتك لكن هي 90 دقيقة أنت تحكم فيها سواء على مستوى نادي أو حتى على مستوى نادي فلما نجي ننتقد مثلا يوم الأيام خصوصا الاندية الكبيرة ريال مدريد برشلونة فنحن بنتكلم عن 90 دقيقة بس لما نقول ريال مدريد سيئ مثلا مشتن عمره مشتن عمره هو أكبر اندية العالم لكن هو خلال 90 دقيقة سيئ حيانا الجمهور بعض يأخذها في جانب حساس شوي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر